اشتركوا في القناة اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة وأنت وليي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عما سواك ففرجته عني وكشفته وكفيته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهي كل رغبة اللهم صلي على محمد وآل محمد جمعة طيبة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 30 أيلول آخر يوم في شهر أيلول القمر موجود الآن في منزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و29 دقيقة من ظهر اليوم الجمعة لينتقل بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر بما إنه موجود في برج العقرب الآن موعد بث الحلقة وفي عنا بعض الزوايا ذكرناه يوم أمس وفي عنا خلوم مسار فبتكوا تركزوا بشكل جيد بما إنه القمر ما زال موجود في برج العقرب ورح يظل تأثيراته لغاية ساعات الفجر تقريبا فبيظل التطرف في تصرفاتنا موجود يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وضع الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين أو عقد تأمين أو تجديد تأمين أو مراجعة شركات تأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرارات ولكن في فترة خلو المسار أنا ما بنصح باتخاذ القرارات الحاسمة يمكن الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات أو بالبيوت شراء استئجار تصليح صيانة ولكن نتفقد كل شيء بالنسبة للزوايا طبعا اللي مأثري حاليا وبرحة تظل مأثري لغاية ساعة الصباح أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون طبعا هاي ذروتها الساعة خمسة ودقيقتين يعني بعد بث الحلقة بثلاث ساعات طبعا تأثيراتها الآن يعني فعالة هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي برضو الليل الخميس يعني برضو تأثيراتها موجودة هي ذروتها الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الخميس وبرحة برضو تأثيرات لغاية ساعات الصباح نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها الساعة تسعة وتسعتاشر دقيقة من مساء اليوم الخميس برضو تأثيراتها فعالة من الآن ولغاية ساعات الصباح هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة تسعة وتسعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الخميس ورح يستمر حتى صباح يوم الجمعة يعني لغاية الساعة أربع وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينتش وبعدها القمر بانتقل القوس يعني هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر خلص الساعة أربعة وثلاث دقائق صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش بيكون انتقل واستقر وبلش يشكل أول زوايا في القوس فمنشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على علم الفلسفة والدراسات الدينية ومن ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرات والاتصالات البعيدة أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد وبوسعن اقتراض المال أو دراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا تأثيرات لزاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية التقابل السلبية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها من اليوم 39 ورح تستمر لغاية يوم 13 ذروتها يوم 11 في تمام الساعة 6 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك أما دوليا وهي تأثيرات بتأثر خصوصا على الأشخاص اللي بتعاملوا في الأمور المالية فهي بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير وكما أنها هاي فترة بعرف الميزان التجاري بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى مستوى الفني برضو ممكن تضيع الكثير من الأموال في أمور الدعاية للمنتجات ومع ذلك لن تلقى الاستحسان المطلوب لدى الجماهير يعني برضو هاي فترة بما أنه إجت هاي الزاوية مع تراجع وطارد فهاي فترة رح تتقلب فيها أسعار البورصة والأسهم وممكن يكون فيها خسائر فعشان هيك بتكونوا حذرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وحكينا هاي تأثيراتها لغاية يوم أربعة عشرة تمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على بعض العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم ستة عشرة بيكون عنا أو بصير عنا نوع من أنواع الصعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتج عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا شيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل فعشان هيك حكينا أنه في هذه الزاوية ما لازم نعتمد على الضن أو على الشك أو على الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وحكينا أنه هاي إلها ذروتين الذروة الأولى صارت بالذروة الثانية راح تصير يوم سبعة عشرة طبعا هاي بتزيد من حد الدهنة وحدثنا وقدرة النقد وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتقال قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين المشتري هاي زاوية حكينا أنه تأثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لإلها وهي هاي زاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه فعشان هيك ما نعتمد على الحضوض برضو هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التربيع السلبية المنفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وحكينا هاي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل مع القمر ما بعد منتصف الليل أو ما بعد الانتقال القمر للقاوس أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي ذروتها الساعة 6 و3 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش هاي بتبلش تأثيراتها تقريبا من ساعات منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات العصر عصر يوم الجمعة فبتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي تأثيراتها بتبدأ من ساعات الفجر تقريبا وبتستمر لغاية ساعات المساء هي دروتها 10 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي معناها أن القمر صار واضح حلال وهي دروتها ساعة 5 و4 دقائق مساء بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهيرة تقريبا وبتستمر لغاية منتصف الليل الجمعة على السبت منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا من الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس لغاية صباح يوم الجمعة الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية والمبيض بروستاتا عظم العانى والجينات أما من ساعات صباح يوم الجمعة ولغاية طيلة النهار واليومين القادمات عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي بتصير الأكثر حساسية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم بعد خلو المسار أو قبل خلو المسار يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا يوم مناسب للعمليات ما في أي مشاكل بالنسبة لعمليات التجميل ما زالت الأجواء لا تصلح لعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة لأن القمر طبعا الزهرة منتحس بنسبة عالية جدا فما بننصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يعني هو بما أنه منتحس فهو يصلح ولكن بما أن القمر في مراحل نمو اليوم في زاوية قوية فما بننصح في هذا الأمر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن يعني ويصلح للقص العلاجي مش ولكن أما بالنسبة للقمر بما أنه في برج القوس معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم السبت 11 في تمام ساعة 49 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي يعني حتى صباح يوم الأحد 12 حتى تمام الساعة 37 و37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر في برج الجدي ملاحظة بالنسبة لجدول خلو المسار لشهر 10 له 3 أيام موجود على القناة في صندوق الوصف للي بحب أنه يستفيد منه أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا الهلال عمره 5 أيام في تمام الساعة 9 و26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 6 أيام نسبة الإضاءة بتصير 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس بالميزان حتى يوم 23 هو الآن سعيد بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% القمر في العقرب وبدأ ينتقل القوس في ساعات الصباح ورح يضل القمر في القوس لغاية يوم 12 هو الآن سعيد بنسبة 100% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% في ساعات المساء المتأخرة بتنزل نسبة السعادة إلى 15% يعني طيلة النهار بصير يقل تدريجيا حتى يصل إلى 15% عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 12 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40% ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22.1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4.12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتظل الأموال المشتركة هي اللي مسيطرة على الساحة عشان هيك ما في داعي للمغامرات أو المجازفات المالية ممكن تهتم ببعض المصاريف أو الفواتير أو تحصيل بعض الأموال اللي لإلك أو تهتم ببعض المغامرات المالية وهذا الإشي اللي ما مننصح فيه نهائيا فما تجازف وما تغامر بالأموال المالية ممكن أنك اليوم تهتم ببعض المسائل زي ما حكينا من الآن لغاية ساعات الصباح فيه أمور إلها علاقة بميراث ديون قديمة فواتير من أشياء من هذا القبيل أما من ساعات الصباح فهنا بتبلش قوة الحضوض تلعب دور ما فعال فبتنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أهم شيء أن تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة خلال هذا اليوم بده يدرس ويستعد بشكل جيد برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فمعروفة إنها هاي فترة بتظلها ضاغطة صحيح إنها جيدة على مستوى تعزيز شراكاتكم سواء بالعمل أو العاطفة أو مع الأزواج ولكنها بتظلها أكثر ضغطا وخصوصا مع فترة خلو المسار اللي رح يستمر لغاية ساعات الصباح فحاولوا إنكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة وحاذروا من المشاكل والقصام والعنادة حاول إنه إذا حد حاول إنه يستفزك إنك تبقى هادئ وتسيطر على طبعك أما من ساعات الصباح فوانا القمر بتحرك للبيت الثامن بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبتقدروا تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتحوا بالأمور الثانوية الأجواء جيدة بتصير على المستوى المالي فمنكم أشخاص رح يحصلوا بعض الأموال أو يبدأوا بترتيب بعض الأمور اللي بتتعلق بفواتير أو سداد ديون برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة فعشان هيك بدأت الأمور اللي إلها علاقة بالعمل تأخذ كثافتها أكثر الوضع الصحي عند بعض موليد برج الجوزة في نوع من أنواع التقلب فعشان هيك بدك تراعي أعمالك وتراعي أمورك الصحية حاول برضو أنك تبعد عن المشاكل قدر الإمكان ما تحاول تفرض سلطتك على زملائك بالعمل وما تهمل عملك دقق بالتفاصيل في ساعة صباح يوم الجمعة القمر رح يصير مقابلك تماما فهنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاضروا من الخلافات وما الضخم الأمور انتبهوا برضو لطاقتكم لأنه طاقتكم بتصير في أضعف حالاتها لما بصير القمر يعني مقابلك فعشان هيك بدك تنتبه ما تتخذ قرارات ما تعصب واضبط أعصابك قدر الإمكان برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح فبالفرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أو تقرب من الأحبة أو تعزيز العلاقات العاطفية التعارف الحب الغرام مثل ما حكينا يوم أمس الأجواء مناسبة لتلاقي يعني فيها دعم عالي جدا الحضوض بتدعمك في بعض الأمور وتعتبر ما زالت فترة جيدة ولكن من الآن لغاية ساعات الصباح بيبدأ في نوع من أنواع حب السيطرة أو التملك أو فرض السلطة على الأحبة أو على الأبناء فحاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل وفي نفس اللحظة ما تفرد سلطتك إذن إحذر من النقاشات الحادة أما في ساعات الصباح في القمر رح ينتقل للبيت الليلو علاقة بالعمل والصحة اللي هو البيت السادس فبتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أهم شيء أنك تنتبه لعملك وتنتبه لصحتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التركيز ما زال موجود إلو علاقة بالبيت والعائلة فما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر عليك حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك بقى رح يكون في نشاط إلو علاقة بالعائلة باجتماع لقاء تواصل اتصال يعني الأجواء إيجابية ودعمة ولكن ممكن تظهر بعض الأعطال اللي إلها علاقة بالمنزل أو نقاشات أو مسألة عائلية بتشغل فكرك في ساعة صباح يوم الجمعة القمر رح ينتقل للبيت الخامس وهنا بتبدأ مرحلة قوية جدا إلها علاقة بالحظ بالعاطفة بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء يعني قوية حتى لممارسة هواية أو لا أمور إلها علاقة بتغيير الشخصية يعني أو المظهر العام تسريحها قصة شعر لباس اندام أشياء من هذا القبيل وحيويتك بتكون بأوجهة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والحركة والتواصل ممكن تقوم ببعض النقاشات اليوم أو بعض الاتصالات بتقدر تعبر عن رأيك بجراءة ولكن حاول أنك تكون مواضح بطرح أفكارك أو بكلامك عشان ما تنفهم بشكل خطأ وابعد عن الانتقاد قدر الإمكان ما زالت الأجواء جيدة حتى لا تعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران بظل في عندك قدرة على التنقل والاتصال أو رغبة في هاي الأمور ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارة ما بين المدن في ساعات الصباح من صباح يوم الجمعة بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك أو يشغلك أو تركز عليه أهم شيء ضبط العصاب لازم يكون موجود ولكن هو الأمر رح يشغلك بشيء معين ممكن مصاريف دفعات التزامات أو بعض الأعطال برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا معنوياتكم عالية جدا ثقتكم بأنفسكم كبيرة الطاقة عالية بقوة وممتازة وبظل التركيز على الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية فممكن تحصلوا على أموال من عمل إضافي مستردات هبات دعم أو من جهة خارجية يعني في أجواء إلها علاقة بالمال ما زالت موجودة ولكن من الآن لأنه فترة قلوه مسار فبتصير رغبتكم عالية جدا بالمشتريات والنفقات والإسراف فانتبهوا لهذه النقطة وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع وما تغامروا بالأمور المالية في ساعات الصباح الأجواء بتصير نشطة جدا فبتنشطوا بالسفريات والتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع العالي ولكن بدك تكون أكثر وعيا على الطرقات أثناء التنقلات وأيضا ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الإخوي أو أحد الجيران برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا القمر بما أنه ما زال موجود عندكم فحماستك عالية حيويتك ملفت للانتباه يعني حتى الجنس الآخر أنت ملفت للانتباه بالنسبة لهم الحظوظ بتدعمك بشكل قوي جدا ما زالت الفرص مهيئة أنك تتلقى مفاجأة أو خبر أو معلومة أو شيء كنت بتنتظره في الأيام الماضية دعم عالي جدا والطاقة بأوجهة أما في ساعات الصباح الأجواء هنا رح تركز على الأمور المالية فتنهمك في ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ابعدوا عن المصاريف قدر الإمكان نظم فوتيرك بشكل جيد استغل الفرص اللي فيها مكاسب مالية زي مطالبات أو عمل إضافي أو ترتيب وضع مالي معين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح ما زال غمر موجود بالعقرب يعني بيت متاعبكم فعشان هيك ما تغامروا ما ترهنوا على الحظ ما تجازفوا بتظل الطاقة ضعيفة بتحس أنه في فراغ من الحضوض فراغ بالطاقة بتشعروا بنوع من أنواع الإرهاق أو تراجع بالصحة طبعا كل ما اقتربنا لساعة الصباح بيبدأ يزول تدريجيا لأنه القمر بيقترب لينتقل عندك من ساعات صباح يوم الجمعة القمر بيصير عندك فهونا بتمتل نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات أو التوجهات للوضع اللي بناسبك أو بناسب وضعك الحالي بتصير تتمتعه بقدرة عالية على قلب المعطيات لصالحك وبرضو في نفس اللحظة طاقتك بتصير في عوجها بتصير ملفت للانتباه وحيوية عالية جدا عندك فعشان هيك أنت مقبل على فترة أو بداية عشر أيام قوية جدا لازم تستغلهم بشكل جيد برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا القمر الآن بنتقل أو بيقترب من بيت متاعبك فبيظل الجو جيد على مستوى التواصل من الآن لغاية ساعات الصباح تواصلك مع الأصدقاء مع المعارف تعزيز العلاقات الاجتماعية أو مناسبة اجتماعية اتصالات وحوارات وتعامل مع الأصحاب أو الأصدقاء ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك وما تتحسس من أي تصرف ويكون لك ردة فعل سلبية لأنه زي ما حكينا القمر في قلوب مسار وبيقترب من بيت متاعبك طبعا من الآن أي شخص بوعدك بشيء بالأيام القادمة أو ببكرة بعد بكرة اعرف أنه ما رح يوفي بوعده نهائيا لأنه من ساعات الصباح أساسا القمر رح ينتقل تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وما تأخذوا بأي وعد يقطع لكم بهاي الأيام أهم شيء في هذه الأيام أنك لا توقعوا على عقد وما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية فارغة من الطاقة والحظ وما تتخذوا فيها قرارات فقط اعملوا الأعمال الروتينية المطلوبة منكم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدكوا تظلوا محافظين على هدوءكم حاولوا ما تدخلوا بمشاكل أجواء ما زالت جيدة لتعزيز العلاقة مع المسؤولين أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أو حتى أنك تحافظ على سمعتك من ساعات بعد ساعات ببلش خلو المسار من بث الحلقة لو من مساء يوم الخميس لغاية صباح يوم الجمعة فهنا حاول قدر الإمكان لأنك بتكون في فترة امتحان امتحان بيمتحنك فيه إنه ما تجازف ما تغامر ما ترتكب الأخطاء ما تخالف القوانين ما تشوه سمعتك بأي تصرف وأحضر من أي شخص بيتعامل معك حاول إنك تنتبه للمواضيع اللي بفتحها هل هو قاصد إنه يساعدك فيها ولا قاصد إنه يكيد لك فيها ويورتك بمشاكل فبدك تكون حذر من ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما بتصير لصالحك أكثر فبتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لكم دعوة أو تسعدوا من لقاء بعض المعارف خلال هذا اليوم علاقاتك الاجتماعية قوية وهي اللي بتساعدك على إنجاز بعض الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا حماستك عالي جدا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات عام مستوى التنقلات ولكن بدك تحذر يعني بعد شوي لما ببلش خلو المسار أثناء تنقلاتك وخصوصا على الشوارع المفتوحة واللي عنده سفر يتفقد أمتعته أو أوراقه إذا عنده سفر بالمطار يروح قبل الموعد عشان ما يتفاجأ بأنه صار مشاكل أو يتأخر أو تلتغى طيارته بدون أي مبرر اللي عنده امتحانة أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد طبعا باتصالاتك وحواراتك قوي جدا ما زالت الأجواء العاطفية برضو ممتازة ولكن ما تفرضوا سلطتكم على الأحبة في ساعات الصباح الأجواء طبعا بصير القمر انتقل للبيت العاشر فهنا بصير تركيزكم على الحفاظ على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع الأزواج أو علاقاتكم مع المسؤولين برضو هاي فترة بتصير مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عمل وبإمكانكم تعززوا علاقاتكم بالعمل مع المسؤولين أهم شيء أنك تتجنب الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وبرضو ما في داعي للمجازفات والمغامرات هيك من كون انتحينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء